أسأل الكابتر أسامة عبد الكريم هل صفقات الزمالك الجديدة وحالة الاستقرار الإداري ومدير فني جديد ممكن تخلي الزمالك يعود بشكل أفضل مع عودة الدوري هل الزمالك مازال منافس على لقب الدوري ولا لا؟ رأيك ايه؟ الزمالك دايما منافس على لقب حتى مع النتائج اللي كان فيها تراجع في بداية الدوري حتى مع كل النتائج عظيم الزمالك نادي كبير جمهور كبير لعيبة كبيرة والدوري لسه مدريد كمان متشرت نادي الزمالك بشكل كبير جدا فده ما بينفعش مهما يكون مهما الظروب يكون صعبة ما بينفعش يباد عن شكل المنافسة وشكل أنه هو بينافس زيمن على بطولة الزمالك عنده منافستين مهمين جدا يوم تمانية مارس عنده بطولة الكاس يقدر يحقق بمجموعة اللعيبة اللي الموجودة الجديدة والمدير الفني الجديد يقدر يحقق بطولة يقدر يرجع في مرسون الدوري بشكل كبير جدا مع الصفقات الكبيرة اللي عملها نادي الزمالك و دي من أول مرة في تاريخ نادي الزمالك تقريبا في يناير في انتقالات الشتوية أن يعمل العدد الكبير ده من الصفقات أو في أي نادي تقريبا في الدور المصري عدد كبير جدا من الصفقات اللي هي تناسب نادي الزمالك بشكل كبير و على رأسهم طبعا عبدالله سعيد عبدالله سعيد من اللعيبة اللي نادي بيجي مهور نادي الزمالك من فترة كبيرة من خمس سنوات سابقة نادي بيجي مهور نادي الزمالك أن يجي يرتدي اتشارت نادي الزمالك ويحصد بطولات مع نادي الزمالك و تهيأ لي وقعت عبدالله سعيد بتشابه وقعت حسام حسن وابراهيم حسن في انتقالهم من نادي الأهل نادي الزمالك قدروا برضو يحققوا طفرة كبيرة في بطولات لنادي الزمالك بشكل كبير جدا فالنهاردة وجود عبدالله سعيد مع نجم كبير زي شكبالة مع مجموعة اللعيبة اللي هي أعمارها السنية صغيرة لا متهيأ لي بشكل كبير زي مالك يقدر يرجع حاجة أفضل من المشهد السابق في بطولة الدولة